تحاول روسيا جمع الأوراق المبعثرة وسط دوامة الصراع السوري والخروج بورقة نهائية لحل يحقق مصالحها ويوافق تطلعاتها ففي منتج عيسوتش الروسي عقدت الجولة العاشرة من مسار أستانا للحل في سوريا ضمن متغيرات جديدة طرأت على الواقع السوري تمثلت بسيطرة النظام على معظم مناطق سوريا باستثناء إدلب ومناطق درع الفرات ومناطق ما تسمى بالإدارة الذاتية الكردية التي باتت على مشارف صفقة بينها وبين النظام السوري بوساطة روسية هذه المتغيرات العسكرية فرضت أطروحات جديدة في اجتماع سوتشي الأخير فباتت روسيا تضغط بقوة لزج موضوع إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة النظام السوري في محاولة منها لإصال رسالة للعالم تشي بأن سوريا تحت حكم الأسد أصبحت آمنة وملائمة لعودة اللاجئين وبالتالي تنتزع اعترافاً دولياً بشرعية النظام في دمشق ملف المعتقلين هو الآخر لم يغب عن أجندات سوتشي حيث رحب البيان الختامي للمؤتمر بتبادل المعتقلين بين النظام والمعارضة ضمن مشروع تجريبي يختبر مصداقية الطرفين في بناء ثقة تقود إلى تعميم ملف تبادل المعتقلين يأتي ذلك تزامناً مع تسريبات للوائح تضم أكثر من ثمانية آلاف معتقل قتلوا تحت التعذيب من بين مئات آلاف المعتقلين في سجون المخابرات التابعة للنظام كما لم يغفل البيان الختامي لسوتشي تأكيد الدول الضامنة على وحدة الأراضي السورية واستقلالها والوقوف ضد جداول للأعمال الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة سوريا وسلامة أراضيها لكن الوقائع على الأرض تخبر عن خلاف التوافق المعلن بين الدول الضامنة فالمباحثات التي جرت منذ عدة أيام بين النظام السوري والإدارة الذاتية الكردية تضمنت موافقة النظام على ما يشبه الحكم الذاتي للأكراد الذين لم يخفوا نيتهم مؤازرة النظام في الهجوم على إدلب وعلى النقيض من ذلك تعتبر تركيا أن أي هجوم للنظام على إدلب سيهدم مسارات أستانا بشكل نهائي